عندي جهاز فني اشتغل في الظروف صعبة جداً عنده مشاكل نفسية نفسية اللي هو ايه وده مدير فني عايز استقرار اللعيبتهم محدش بيكلمه في مشاكل راجل عايز شغل التدريب عايز يشوف رقمه نفسه عامله استقرار نفسي عامله استقرار إداري ودهله صبرت قدهله استقرار مادي مرتباتهم كل دولة عشان اقدر حاسبه عندنا سلاحي اللعيب اللي هم مقايدين لنهاية السنة ايوه دولة الناس ما تعرفوش ان اللي غاية دلوقتي السنة اللي فاتت ماخدوش في ليسا دي هم فلوس من السنة اللي فاتت؟ من السنة اللي فاتت ومعروف ان فيه كل سنة ايه لعيب بيليه 25% العقود تحت عاده كرة مقصمة ممكن انا بفكر عدلها بشكل تاني بس اشوف اللواحة ان انت تبقى مرتبات شهرية من خلال عقدك يبقى فيه مبلغ كل شهر يبقى انت مانتاج الحاجات اللي بتعمل يجيلها كل شهر عظيم فدي دول رابح حاجة من الناس دي وعمل لها استقرار نفسي ومع برضو استقرار اداري خلاص خلاص الموضوع ده ابدأ شوف احتاجات الفريق ايه وش هنفع النهاردة روح اجيب كريم وديله عقد واجيب عقد مثلا ب20-30 مليون جنيه وفيه ناس احمد سلماني بيقى في الفرقة ما بيخدش حقل دولة سلاح الحالي وعشان اقدر حسيبهم وعشان اقدر قيمك نات الموسم انت تستحق ترتدي في ناتي الزمالي ولا تستحق ان تكون في تشكيل الاساس وناتي الزمالي تستحق ان تكون في قيمة ناتي الزمالي وعلى اساسها بعدها بشوف احتاجات الفريق وان شاء الله